بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي مشاهدي قناة مصر التعليمية السيدات والسادة أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجنا المتميز في بيتنا مدرسة حلقة النهاردة هي حلقة متميزة حلقة بتخاطب كل أفراد الأسرة المصرية إحنا بنستعرض في هذه الحلقات دور علم الأحياء أو بنقوله علم البيولوجي وعلاقته بالتطبيقات العملية وإزاي أستفيد من هذا العلم في المجال التطبيقي وإنشاء مشروعات جديدة أو مشروعات صغيرة بتؤدي إلى زيادة الدخل القومي لأفراد الأسرة سواء كان الشباب أو حتى رب الأسرة أو حتى الستات في البيوت ممكن يقوموا بهذه المشاريع في أماكن بسيطة جدا وغرف قد تكون غرف ممكن هذه الغرف أو هذه المعامل تؤدي إلى تحقيق دخل لأفراد الأسرة يفوق الدخل الشهري أو الدخل السنوي لهذه الأسرة وبالتالي بتحسن من ظروف المعيشية لأفراد الأسرة إحنا النهاردة هنتناول باقي علاقة علم الأحياء بإزاي أكافح الأفات المختلفة اللي موجودة سواء كانت أفات حيوانية أو أفات حشرية أو أفات نباتية إيه هي الطرق الحديثة في المكافحة اللي بتؤدي إلى تقليل أعداد الأفات وبالتالي زيادة غلة الفدان من المحاصيل المختلفة تعالوا بينا أعزائي المشاهدين نبدأ حلقة اليوم وحنبدأ حلقة اليوم مباشرة زي ما وعدتكم في الحلقة السابقة بفيديو عن عناصر المكافحة الحيوية تعالوا بينا نستعرض الفيديو مع بعض اللي هو بيتناول حشرة فرس النبي ودورها في المكافحة الحيوية زي ما انتوا عارفين أنه حشرة فرس النبي الأرجل الأمامية لها بتبقى متحورة إلى أرجل لقنص الفريسة طبعا ده ملك الافتراس في الطبيعة ربنا حباه بمميزات كثيرة جدا بتؤهله لأن يكون مفترس لشتى أنواع الأفات شايفين الأرجل الأمامية طولها قد يصل إلى 11 سنتي وبيكون فيها أشواك ومتحورة للقنص ورأس بتاعته بتكون مسلسة الشكل وبتحتوي على أعين بسيطة وأعين مركبة زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو قرون للسشعار طبعا خطيرة جدا وبيستغلها في تحديد أماكن الفريسة وهو أيضا بيحتوي على أذن واحدة هذه الأذن بتجعله يستشعر أو يلاحظ أماكن تواجد الفرائس من ضمن الأشياء الغريبة جدا أنه ما هوش لون واحد هو بيكتسب اللون بتاعه من المكان المتواجد عليه هذا اللون بيكون بنقول عليها نظرية المحاكاة زي ما انتوا شايفين بيفترس معظم أنواع الفرائس شايفين لونه ازاي بيتغير طبعا للمكان اللي هو متواجد فيه زي ما انتوا شايفين معانا في الصورة وهو بيقبض على الفريسة وبيلتهمها ده يعتبر ملك الافتراس أو ملك المفترسات اللي هو فرس النبي أو بقوله عليه السرعوف طبعا هو بيفترس أحيانا بيفترس حشرات أو حيوانات أكبر من حجمه الطبيعي ولكن عنده القدرة على التغلب على الفرائس ده ده لون السرعوف زي ما انتوا شايفين واخد لون بتلة الأزهار واللي بينجذب إليها نحل العسل وبالتالي بيفترسها مباشرة زي ما انتوا شايفين في الصورة مفترس بيفترس معظم أنواع الحشرات سواء كانت أفات ضر أو نفعة اهو أنواع مختلفة وكثيرة جدا ده أثناء التزاوج طبعا الأنسة بتؤدي طقوس للذكر وبعد التزاوج قد تلتهم هذا الزكر وتقضي عليه زي ما انتوا شايفين معنا في الصورة فيديو جميل جدا بيورينا عظمة الخالق سبحانه وتعالى في المخلوقات المختلفة وده طبعا المبيدات لما استخدمناها أعداد هذه المفترسات لأنه هي بتتأثر أيضا من المبيدات زي ما الآفة الضارة بتتأثر من المبيد هذه الأعداء الحيوية أعدادها بتقل وبالتالي بيحدث خلل في نظرية التوازن الطبيعي نتيجة استخدام المبيدات طبعا هنوريكو في الفيديو ازاي السرعوف بيفترس نحل العسل زي ما انتوا شايفين اهو قد يفترس شغالة واحدة او عدة شغالات شايفين اللونه عامل ازاي لون مختلف تماما ما هوش نفس اللون المتعرف عليه او بيفترس اكثر من شغالة في الخلية زي ما انتوا شايفين معنا في الصورة بياخد شكل ولون المكان اللي هو متواجد فيه تنوع هائل جدا ومحاكاه وهو ما بيطاردش الفراس بتاعته عشان تبقى عارفين هو بينتظرها وعندما يقترب منها بيقضي عليها مباشرة انه عنده الارجل الامامية دي عاملة زي المخالب بالضبط بتقبض على الفراسة شايفين بيفترس دبور البلح الاحمر ازاي وايضا بيفترس الدبور الاصفر وده من الحشرات الخطيرة جدا السم بتاعه بيكون خطير جدا او ده افا بتوصيب نحل العسل هو بيفترسها وبالتالي بيقلل من عداد هذه الدوابير زي ما انتوا شايفين اهو الدبور بيحاول انه هو يتغلب عليه ولكن في النهاية الغلبة بتكون للصرعوف او لفرس النبي زي ما انتوا شايفين معركة بين الدبور وبين فرس النبي في النهاية اكيد هو حينتصل لانه اقوى وربنا ميزه باعناصر دفاعية ليدافع بها عن نفسه طبعا ايضا بيهاجم العناكب شايفين ادي العنكبوت الزئب زي ما انتوا شايفين اهو هيفترسه طبعا انتوا عارفين ان الطبيعة البقاء فيها بيكون للاقوى دايما وهذا الصرعوف او فرس النبي من الحشرات اللي ربنا ميزها بقدرة قتالية عالية جدا او هو التهم العنكبوته والعنكبوت ده من الحشرات او من الحيوانات الخطيرة جدا طبعا ده هو بيتسلل علشان يفترس هذا العنكبوت ولكن العنكبوت هنا بيقاوم بنسج خيوته على ارجله الامامية اللي هي متحورة للقنص وبالتالي بيتلافى الخطر بتاع فرس النبي برضو بوادينا ازاي الصرعوف بيصطاد التعابين خلي بالكم من الفيديو هنا ادي صعبان اهو شايفين من معانا اعزاء المشاهدين بيفترسوا اهو تخيلوا القدرة الافتراسية لو احنا ربينا اعداد من هذه المفترسات في المعامل وتم اه تسويقها وبعها هتحقق مبالغ طائلة وفي ناس عاملة مشاريع اه لعناصر المكافحة الحيوية وبتحقق مبالغ طائلة بتلاقي فيه انبوبة اختبار بتتبع بكزا دولار اه او بمئات الدولارات وبتحقق دخل للفرد بصورة هائلة جدا ده برضو بورينا ازاي هو بيفترس الطيور طبعا انت عارفين ده انه ده طائر الطنان اللي هو بيفترس نحل العسل ودقافة حيوانية ايضا بتصيب نحل العسل شايفين هنقضع عليه ازاي زي ما انتوا شايفين اهو هو منتظر اللحظة المناسبة للانقضاد على طائر الطنان احنا بندرس الحاجات دي زي ما احنا قلنا اعزائي المشاهدين علشان نطبق في الحالة العملية انا ممكن اعمل مشروع لتربية وانتاج الاعداء الحيوية وباستخدمها في الزراعة العضوية طبعا ده برضو حيوارينا ازاي بيفترس الفقر او القوارض نوع من اهو نوع من انواع شايفين انقضع عليه في لحظة وافترسوا زي ما انتوا شايفين عنده قدرة افتراسية يعني ممكن يكافح القوارض في المصانع او في المزارع وايضا بيفترس انواع من السحالي زي ما انتوا شايفين معنا في الفيديو مفترس خطير جدا اهو تغلب عليها وانقضع عليها وحيبدأ في اه افتراسها شايفين مفترس وهايل جدا عنده قدرة عالية على الافتراس او بيبدأ بقى يكلها بالتدريج كان كان معنا الفيديو ده بيبين لك ازاي قدرة المفترسات على خلق التوازن الطبيعي في اه الطبيعة هناخد بعد كده اه الطرق التطبيقية ايضا المكافحة اه الحديثة والمكافحة الكيموية والمكافحة المتكاملة هناخد اول حاجة بقى اللي هي المكافحة الكيموية اللي هي بتاعمل عمليات الراش والتعفير الراش يعني هستخدم او حوزع مستحضرات استئلة للمبدات توزيع منتظم على سطوح المراد علاجها على هيئة رازاز المحليل او المستحلبات او المعلقات عنده انواع كتيرة جدا للراش الراش بالحجم الكبير بيحتمد على كمية الماء المستخدمة راش بالحجم المتوسط راش بالحجم الصغير راش بالحجم فوق الدقيق طبعا دي بتعتمد على كمية الماء المستخدم انا اللي يهمني بقى هنا ايه في الحالة العملية ازاي اجري عملية الراش بطريقة صحيحة لتحقيق افضل نتائج ممكنة وتقليل الضرر اسناء عملية الراش تعارفين طبعا انه في اتجاه دلوقتي اللي المحافظة على صحة الانسان اللي بيقوم بعملية الراش اللي احنا بنقول عليها اشتراطات الامن والسلامة والصحة المهنية طبعا الاشتراطات دي لازم تكون مطبقة او يكون اللي قايم بعملية المكافحة يكون متبع لهذه الاشتراطات اللي هي ارتداء الملابس الواقية ارتداء القفازات ارتداء الكمامة او القناع الواقي من المبيدات وايضا ارتداء نظارة واقية من المبيدات وتغطية الرأس طبعا بغطاء للرأس كل وتجنب الاكل اثناء عملية راش المبيد والراش بصورة منتظمة وتجنب ايضا الراش اثناء سقوط الامطار او هبوب الرياح او ارتفاع درجة الحرارة وايضا في مواسم معينة كده من السنة بيتجنب فيها عملية الراش اللي هي وقت الازهار ليه بتجنب ده طبعا الكلام اللي احنا بنقوله ده بنوجهه ليه اخوانا المزارعين في الريف وايضا اصحاب المزارع الكبيرة احنا بنتجنب او بنمنع منعا باتا راش المبيدات وقت الازهار او وقت عطش النباتات حد هيعمل العملية الراش في هذه الاوقات يبقى بالتالي بيقلل انتاجه بصورة كبيرة جدا لانه هو لما بيرش المبيد وقت الازهار بموت الافات وايضا بموت معاها الحشرات الملقحة للازهار اللي هي بتقوم بتلقيح النباتات عن طريق التلقيح الخلطي بالحشرات يبقى فيه عند شروط لازم اتباعها لنجاح عملية الراش اول حاجة الراشة في الصباح الباكر تاني حاجة الراشة بالطريقة الصحيحة تلاتة تجنب انسداد البشابيل يعني البشبوري اللي بيبقى في نهاية الراشة او في زراع الراش لازم يكون غير مسدود بمخلفات المبيدات بعمله عملية غسيل دوري بعمله عملية تسليك علشان الرزاز بتاع المحلول ليكون حجم الكطرات غير بتكون متنسقة وغير كبيرة وبالتالي لا تؤثر على النبات المعامل عدم ترك خطوط بدون راش استعمال الراشة السليمة والصالحة طبعا بعمل لها عملية اختبار قبل ما استخدمها وبالتالي مشاجي بعد ما اعمل او احضر المبيد وابدأ راشة لها الراشة غير صالحة وبالتالي هيبقى عندي خسارة جدا في التكاليف ويتجنب الراش ضد الرياح واثناء سقوط المطر او عطش النباتات تاني عملية من عملية المكافحة ليه عملية التعفير يعني تعفير يعني بستخدم المبيد في صورة صلبة بستخدم المبيد يعني في صورة مسحوق بعمله عملية التعفير سواء باليد سواء بآلات التعفير المختلفة سواء كان عفارة يدوية او عفارة ظهرية او عفارة صدرية فيه ايضا شروط لازم اوفرها لنجاح عملية التعفير اللي هو اجراء العملية اثناء في الصباح الباكر اثناء وجود الندى عشان قطرات الندى بتعمل على زيادة التصاق المبيد بالسطح المعامل وايضا بتجنب اجراء عملية التعفير اثناء هبوب لرياح طبعا زي ما انتم شايفين معنا في الصورة وشاشتنا الجميلة لآلات مختلفة لآلات الراش دي طبعا الرشاشة الظهرية وطبعا ده مطور الرش ودي نوع اخر من الرشاشة ودي طبعا طائرة من طائرات الرش دي طبعا بتستخدم في المساحات الواسعة او في المساحات الكبيرة زي ما انتم شايفين ادي الرشاشة اليدوية رشاشة الجردل الرشاشة الظهرية بتنقسم لكذا نوع رشاشة الضغط ذات المدخل هوائية رشاشة الضغط المستمر ذات المدخل هوائية المنفصلة ومواطير الرش وعيضا طائرات الرش آلات التعفير زي ما انتم آلات الرش برضو بصورة تانية الرشاشة اليدوية الظهرية الرشاشة ذات المطور وآدي مطور الرش ودي الطائرات آلات التعفير آدي العفارة اليدوية ذات المكبس ودي العفارة الصدرية ذات المروحة والعفارة الظهرية ذات المنفاخ طبعا ده نوع اخر من ادوات او الات الرش اللي هو الات توليد الضباب فيه عند نوعين مولد الضباب الصغير ومولد الضباب الكبير طبعا هذا المولد للضباب بيستخدم المبيد في صورة سائلة فقط والعيوب اللي هو بيؤدي الى انتاج غازات الاحتراق اللي بتؤثر على طبقة الغلاف الجوي صوته طبعا بيكون عالي جدا وبسبب الازعاج وعشان كده لازم اغير العامل كل 3 ساعات بيستخدم لتوزيع المبيدات السائلة فقط بيكون فيه صعوبة في مراقبة عملية الرش لانه بيستخدم اما في الصباح الباكر او في المساء واستخدامه بيؤدي الى تلوث الزراعات المجاورة لانه المبيد بيكون على صورة ضباب بينتشر فيه مساحة واسعة نتيجة هبوب بعض الرياح اثناء عملية الاستخدام طبعا انا عندي اتجاهات حديثة في المكافحة وكل الدول دلوقتي بتلجأ لهذه الاتجاهات منها استخدام المواد الطاردة اللي هي بتطرد الحشرة وبتبعدها عن المكان دون ان تقتلها زي زيت السترونيلا والنفتالين اللي بيتحط فيه الدوليب لحماية الملابس من حشرة العتة وايضا المواد الجاذبة ودي بتجذب الحشرات وبتوضع فيه المصايد زي زيوت الطيارة زي زيت الصنوبر وزيت الخردل او مصاد الجاذبات الجنسية اللي هي بتجذب الزكور او الاناس وبتوضع فيه المصيادة وطبعا بيسموها دلوقتي اللي هي مصاد الفورمون فكرة عملها بسيطة جدا انا حابب ان انا اشرحها لكم للمجال التطبيقي المصيادة بتكون عبارة عن صندوق من البلاستيك بيكون ليه فتحة من اعلى او من الجنب الفتحة دي بتكون مصممة على قدر الحشرة اللي انا عايزة كفاحها وبتكون من الداخل داخلة بامع كده بيكون جوه المصادة الفورمون بيبقى قطعة من المطاط على شكل دائرة بتحتوي على المستخلص رائحة الزكر او الانسة وبتوضع على لوح ورقي مقوة وبتدهن بالغراء او بالسامر وفيه قاع المصادة اناء بيبقى مملوء بالماء عندما توضع هذه المصائد فيه الحق لبي ينجذب اليها الزكور وبالتالي النسبة الجنسية بين الزكور والاناس بتختل خارج المصادة في الطبيعة فتضع الاناس بيض غير مخصب لا يؤدي او لا تحدث له عملية هاتشنج او بنقول عليها عملية فاكس وبالتالي بيحدث خلل فيه النسبة الجنسية هو بيؤدي الى كسر دورة الحياة في انواع كثيرة جدا من الافات بنقول عليها مصاد الفرمون ولو انت حابب عزيزي الشاب ان انت تعمل المشروع ده بتكاليف بسيطة جدا حتعمله وبتبيع هذه المصاد للمزارعين اللي بيعتمده في المكافحة على الاتجاهات الحديثة وخصوصا في الزراعات العضوية فهتحقق دخل وربح عالي جدا ويتبقى يعني عندك مصدر للدخل محترم بتسعد بأسرتك وبتسعد بنفسك وبتحقق بذاتك في المجتمع من ضمن ايضا الاتجاهات الحديثة اللي هي استخدام مانعات التغذية طبعا الافات كائنات حية فتتعتمد على النباتات او على العوائل في الغذاء فانا باستخدم مواد معينة بتمنع تغذية الافة على النبات المعامل نتيجة لرائحها نتيجة للطعم فبتؤدي الى ابتعاد الافة ومنع تغذيتها على العائل وبالتالي بنحافظ على النبات من الاصابة بالافات من ضمن الاتجاهات الحديثة ايضا منعات الانسلاخ انتوا عارفين ان الحشرات جلدها بيكون صلب من الخارج يعني هيكلها الخارجي هو الجدار الخلوي او الجدار الخارجي لجسمها بيكون مكون من مادة اللي هي بتكون منها الضوفر بتاعتنا اللي هي مادة الكايتين المادة دي بتبقى صلبة شوية فبالتالي بتدي الدعامة لهيكل الافة او هيكل الحشرة انا علشان الحشرة دي تنمو فلابد ان هي تتخلص من جلدها القديم بجلد اكبر واوسع وبالتالي بتعمل عملية بنول عليها عملية انسلاخ هذه العملية ممكن ان انا استخدم مواد معينة تمنع هذه العملية وبالتالي بتموت الحشرة داخل جلدها القديم وفيه ممكن استخدم مصبطات بناء الكايتين ممكن استخدم منظمات نمو الحشرة ممكن استخدم ايضا الهرمونات اللي هي بتؤدي الى ابقاء اليركا في طور اليركا وعدم وصولها لطور العزراء وبالتالي كسر اللي دورت الحياة هنستعرض مع بعض من الطرق الحديثة ايضا لاعتماد على المصاد المختلفة في استياد الحشرات زي مصاد الشفط مصاد الازعاج بنقول عليها مصادة ماليزي مصاد النافذة الزجاجية والمصاد اللاصقة او اللازجة والمصاد البصرية والمصاد الضوئية والمصاد الغذائية والمصاد الجنسية والفرمونات قلتلكم تلات انواع فرمونات التجمع دي بتستخدمها الحشرات للتجمع عثناء الهجرة زي مثلا هجرة الجراد الصحراوي والفرمونات الجنسية زي ما انا اقل لكم من شوية زي ما انتم شايفين في الصورة دي ده مصادة فرمونات جنسية زي ما انتوا شايفين هنا ده المصادة الزجاجية والنوع التالت اللي هي فرمونات اقتفاء الأسر ودي طبعا بتبقى في الرجل الخلفية بتفرز الفرمون ده زي النمل اللي انتوا شايفين انه النمل او بتلاحظوا ان النمل بيمشي في خط مستقيم ورا بعض وكده لو ما فيش نملة بتروح شمال ولا بتروح يمين وده بتعتمد على استخدام فرمون بنقول عليه فرمونات اقتفاء العصر ايضا من ضمن الطرق الحديثة في المكافحة اللي هي المستخلصات النباتية طبعا انتوا عارفين انه المملكة النبات متنوعة جدا انواعة كثيرة جدا من النباتات ومن العائلات سواء كان عائلات نباتات حقلية او نباتات خضر او نباتات زينة او نباتات فاكهة او حتى حشائش او نباتات برية كل هذا التنوع الهائل انا ممكن استخدم النبات اعمله عملية استخلاص للمادة الفعالة اللي موجودة فيه واستخدمها كمبيد حشري عضوي زي مثلا النبات الدخان نبات الدخان اللي هو بيتصنع منه السجاير ده ممكن استخدم منه او استخلص منه مادة النكوتين واستخدمها كمبيد حشري بيقضي على الافات ممكن ايضا استخرج من نبات البيريسرام مادة بقول عليها مادة البيريسرين ودي بستخدمها في القضاء على الحشرات زي البعوض مثلا بصورة امنة لانه مستخرج طبيعي مستخرج عضوي ممكن ايضا استخلص من جزور نبات الدريس مادة بنون عليها مادة روتينون والمادة دي بتستخدم في القضاء على الافات المختلفة الفكرة ايه؟ الفكرة انه المستخلصات النباتية بعمل للنبات عملية استخلاص وبالتالي بستخدم هذا المستخلص في القضاء على الافات او تقليل ضرارها طبعا في عندنا نباتات التوابل او النباتات الطبية والعطرية دي لها الزراع الطولة اللي بتستخدم في مكافحة الافات المختلفة طبعا انتو عارفين انه ليه باستخدم بقى المستخلصات ممكن تكون بحصل منها على مواد سماء ممكن مواد جذبة ممكن مواد طردة او مانعات التغذية تعالوا بقى نستعرض عزيزي المشاهدين طريقة جديدة جدا وطريقة حديثة جدا اللي هي المكافحة الماكروبية او المبادات الماكروبية مبادات الماكروبية يعني وطبعا في شركات علشان كده احنا بنجيب الحاجات اللي ممكن اعمل عليها مشروع زراعي او مشروع صناعي واستخدمه فيه كمجال حديث مجال صديق للبيئة مجال تطبيقي ان انا استغل المادة اللي انا درستها فيه اثناء المنهج الدراسي وازاي بقى اعمل عملية تطبيق لهذه المعلومات واستفيد منها في الحياة العملية او في الحياة العامة انا عندي اللي هي المبادات الماكروبية يعني ايه مبادات ويعني ايه ميكروبية طبعا كلمة ميكروبية هتبقى خاصة بالكائنات الحياة الدقيقة طب ومبادات يعني هستخدمها في صورة فرميوليشن او بقول عليها في صورة مستحضر للمبيت انا عندي مستحضرات كثيرة جدا تعتمد على استخدام الفطريات زي اشهرهم مثلا فطر الترايكودرما ممكن استخدم مبادات تعتمد على البكتيريا زي مثلا بكتيريا الباسيلوس ميجاتيريام او سيريونيجينسيز ايا كان اسم العلم بتاعها ممكن استخدم الفطريات البكتيريا ممكن استخدم الاكتينوميسيتات ممكن اشياء كثيرة جدا ممكن استخدمها كمركبات ميكروبية في القضاء على الافات او اصابتها بالامراض او تقليل ضررها طبعا ليه بقى المبيدات الميكروبية بتحتل مصدر استدارة او مصدر النجاح بين عناصر المكافحة الطبيقية لان هي بتكون غير ضربة بالانسان او الحيوان او النبات بكلها درجة عالية من التخصص يعني بتصيب الافة او بتأثر على الافة دون ان تؤثر على عدها الحيوية يمكن ان يتم خلطها مع معظم المبيدات الكيموية العادية لا يحدث لها اي تأثير سهولة انتاج معظم مسببات الامراض الحشرية انتم عارفين طبعا ان معظم هذه المسببات ممكن ان انا انتجها ابدأ بعدد بسيط وبالتالي الاعداد اللي عندي بتكون ممكن ان انا اقلل هذه او ازود هذه الاعداد لما بوفر الظروف البيئية الملامة لزيادة هذه الاعداد انتم عارفين ان الخلية البكترية ممكن انها تتكاثر او بتزيد عددها عند حدوث عملية الانقسام السنائي البسيط الخلية البكترية الوحدة ممكن انها تنقسم خلال ساعتين وتبقى الخلية الوحدة تبقى اثنين وبالتالي بحصل على اعداد هائلة جدا من هذه المبيدات الميكروبية ايضا من المميزات بتكون عندها قدرة او قابلية للتخزين لما بناميها على وسط او بيئة غزائية ملامة ايضا اثناء عملية التخزين بتتكاثر لانها كائنات ايه كائنات حية بيقلل استخدامها بالتبادل مع المبيدات ظهور سلالات المقاومة تعرفين ان اي مبيد بتظهر ليه بعد فترة صفة المقاومة لهذا المبيد وبالتالي الافة لا تتأثر عند استخدام هذا المبيد بينما المبيدات الميكروبية لا تظهر على هذه الافات صفة المقاومة لها او تظهر بعد فترة طويلة سبع امكانية اكسارها في البيئة واستمرار معيشتها فيها لفترة طويلة ولكن على صعيد اخر بيكون فيه صعوبات في استخدام مسببات الامراض في برنامج المكافحة من ضمن هذه الصعوبات بتحتاج بعض المركبات او الميكروبات لظهور لظروف جوية خاصة حتى تحدث تأثير المرجو منها نظرا ان التخصص الشديد بتعطي مجال محدود في المكافحة بتحتاج الى توقيت دقيق في التطبيق والاطلاق بيتلاقم مع فترة حضانة المرض قد تفقد بعض الفطريات حيواتها عند تخزينها لمدة طويلة نتيجة طبعا لحدوث الجفاف للبيئات اللي بتونم عليها الصعوبة في انتاج بعض الميكروبات وكسرت تكاليفها احيانا بتحتاج الى تغطية كاملة على السطح المعامل حتى يمكن ملامسة اليارقة لمسبب المرض طبعا انتوا عارفين ان المبيدات زي ما قلتلكوا في الحلقة السابقة طبعا في مشاكل كبيرة جدا لاستخدام المكسف للمبيدات من ضمن هذه المشاكل التأثير السام على النبات التأثير السام على الانسان والحيوان اللي هو تسمم بالمبيدات طبعا انتوا عارفين ان المبيدات اثناء عملية الرش او حتى بعد الرش او اثناء عملية تنظيف للآلة اللي بستخدم المبيد فيها قد يحدث تلوس للهواء قد يحدث تلوس للمياه اللي بيجرى فيها عملية التنظيف وبالتالي معظم الاحياء البحرية اللي بتبقى موجودة في المياه سواء مية النهر او مية البحر بتتعرض للهلاك والفناء نتيجة لان المبيد ده بيعتبر مادة سامة وبالتالي انت ممكن تلاحظ عزيزي المشاهد انه في اسماك نافقة في النيل ده اعرف على طول انه في تلوس حدث في مياه النيل وطبعا انتوا عارفين انه هناك اشخاص لابد ان يتم عقابهم العقاب الوادع لانه هم بيستخدموا مركبات سامة في استياد الاسماك والمركبات دي محرمة قانونا ومجرمة قانونا لانه السمك اللي بيتم استياده بهذه المركبات السامة او بالمبيدات السامة زي السيانور مثلا الاسماك دي بتظل فيها المادة السامة داخل الانسجة بتاعت السامة لا تتأثر بعملية الطهي وبالتالي الانسان اللي بيتناول هذه المنتجات البحرية او تلك الاسماك بيتعرض ايضا للتسمم ممكن يكون تسمم حاد او ممكن يكون تسمم بصورة تدريجية اللي احنا بنقول على الكرونيك او اللي هو المزمن او بصورة تدريجية طبعا من ضمن المشاكل اللي نتعرض لها من نتيجة الاستخدام المفرط للمبيدات الكيموية اللي هو تراكم المبيدات في التربة اللي هو accumulation in soil insecticide اللي هو بنقول عليه انه بتظل متبقيات المبيدات موجودة في التربة وبالتالي بتأثر على بتأثر على ان النبات النامي في التربة لانه بيمتص المبيد من التربة وبالتالي بيخزن في السمار هذه اول نقطة تاني حاجة كمان اعزائي المشاهدين انه تراكم هذه المبيدات في التربة بيؤثر على الماء الارضي او الماء الجوفي الموجود في هذه التربة او في هذه الاراضي وبالتالي قد يستخدم الانسان او يقوم الى حفر الابار للحصول على الماء الجوفي وعند شرب هذه المياه بتتراكم كمية المبيدات داخل اجساد الكائنات الحية سواء كان الانسان او الحيوان وخلوا بالكو هي food chain او بنقول عليه سلسلة غذائية الانسان في النهاية بيحصل على المنتج الغذائي سواء من النبات مباشرة او من الحيوان سواء عن طرق اللحوم او الالبان او البيض او الاسماك ايا كان المصدر اللي حياكل منه يعني هي سلسلة غذائية بتصب في النهاية الى صالح الانسان اللي هو بيحصل على الغذاء من معظم الكائنات الاخرى سواء كان كائنات نباتية او كائنات حيوانية وزي ما قلتلكم في الحلقات السابقة اصل الحياة هي عملية البناء الضوئي او بناء على الفوتو سينسيز اللي هي النبات الاخضر بيمتص هشعة الشمس في وجود سانيوكسيد الكربون وبخار الماء ومادة الكولوروفل بيحول الطاقة الحرارية او الطاقة الضوئية الى طاقة كيميائية اللي هو اول منتج غذائي على وجه الارض اللي هو سي ستة اتش اتش اتناشر او ستة او سكر الجولوكوز او السكر اللي ايه الوحادة اللي بيحدث ليه تضعف وترابط بعد كده وكوين ليه سكر سنائي او سلاسي او سكر عديد وايضا من نواتج عملية الفوتو سينسيز او البناء الضوئي اللي هو نقاء التربة لانه المنتج النهائي بمتصد سانيوكسيد الكربون وبطلع فيه نواتج المعدلة اللي هو غاز الاكسوجين وليه بقى انا استغل النقطة ازاي فيه النظام البيئي ان انا ازود المساحة الخضراء في المناطق اللي انا بعيش فيها بزرع عشجار بزرع نباتات بزرع شجيرات وبالتالي كمية الاكسوجين بتزيد وبالتالي بتقلل ظاهرة الاحتباس الحراري او بنقول عليها الجلوبال او الاحتباس الحراري اللي هو بيؤدي الى زيادة او رفع درجة حرارة الكرة الارضية وبالتالي زوابان الجليد في القطب الشمالي او في القطب الجنوبي وبالتالي ارتفاع منسوب المياه في المحيطات والبحار مما يهدد بغرق كمية او مساحة شاسعة من الكرة الارضية وغرق وحدوثة سنامي وغرق معظم الناس اللي بتبقى موجودة في هذه المناطق طبعا كل حاجة مرتبطة ببعضيها انا بزرع نباتات بزود المسطح الاخضر اللي عندي وبالتالي بحافظ على نظافة النظام البيئي والغلاف الجوي من الغازات الدافيئة او الغازات المسببة للاحتباس الحراري ايضا من ضمن المشاكل الاسر السام للمبيدات الحشرية على نحل العسل والحشرات الملقاحة طبعا تعرفين نحل العسل حشرة نفعة بحصل منها على فوضة كثيرة سواء العسل او البروبوليس او الغزاء الملكي او صمغ النحل ايا كان المنتج او صم النحل حتى كل المنتجات دي بتكون مفيدة للانسان وبالتالي لما بستخدم المبيدات بتأثر ايضا على الافات الضارة وعلى الحشرات الملقاحة ونحل العسل وبتحق خسائر كبيرة جدا عندي التأثير السام على الاعداء الحيوية زي ما قلت لكم من شوية بتأثر على الافة وايضا بتأثر على اعداءها الحيوية سواء كان متطفلات او مفترسات ايضا من ضمن الاستخدام المكسف للمبيدات المشاكل اللي عندي مقاومة الحشرة لفعل المبيدات اللي هو ظهور صفة المقاومة تعالوا بنا عزيزي المشاهدين نديكم لمحة بسيطة كده ولمحة مبسطة عن طريقة جديدة في المكافحة اللي احنا بنقول عليها الادارة المتكاملة للافات او الاي بي ام او بقولوا عليها انتجريتد بيست مناجمنت او اختصارا بسموها الاي بي ام يعني المكافحة المتكاملة يعني الغرض من المكافحة المتكاملة للاستخدام المتوازن لكل طرق المكافحة سواء كانت مكافحة زراعية او تشريعية او بيولوجية او حتى مكافحة كيموية ولكن انا باستخدم الطريقة اللي بتتوافق مع البيئة يعني ما بتضروش بالنظام البيئي والمقبولة اجتماعيا يعني ما جيبش حاجة حديثة قوي للناس ما تعرفش عنها حاجة وقولهم تفضلوا استخدموا الطريقة دي حيقولك انا ما عرفش لازم تضربوا الاول على الطريقة وبعدين تبدأ تمهد له بالتدريق يبقى المتوافقة مع البيئة المكبولة اجتماعيا ويكون لها جدوة اقتصادية يعني تكاليفها بتكون اقل يعني انا بكارن بين حاجتين بين الضرر الاقتصادي وبين تكاليف المكافحة لو كان التكاليف المكافحة اكبر من الضرر الاقتصادي يبقى حصل عندي مشكلة يبقى حصل عندي خسارة بالمعنى الداري انما لو كانت الضرر الاقتصادي اقل من تكاليف المكافحة او اكبر من تكاليف المكافحة يبقى بالتالي حصل عندي فائدة اقتصادية يبقى انا بعمل توازن بين الضرر الاقتصادي وبين تكاليف المكافحة يعني اديكم مثال بسيط كده بسرعة يعني لو ضرر الاقتصادي اللي عندي خمسين وتكاليف المكافحة خمسة وعشرين يبقى أنا وفرت 25 لو العكس صحيح المكافحة المتكاملة الهدف الأساسي منها أقلل بقدر الإمكان لاستخدام المبادات أستخدمه بجرعة أقل أو حتى أصل للنصف أو أقل من النصف وأيضا من ضمن أهدافها أن أنا أخفض أعداد الآفات إلى دون الحد الاقتصاد الحرج للإصابة يعني أنا لو الحد الاقتصاد الحرج للإصابة عندي 200 أخلي أعداد الآفات أقل من المتين وبالتالي مش هيحدث عندي ضرر اقتصادي في نهاية الموسم وبالتالي مش هيحدث عندي خسارة في المحصول هذه بمنتهى البساطة المقصود بالمكافحة المتكاملة تعالوا نستعرضها مع بعض هي عملية يتم بها الاستخدام المتوازن للطرق الزراعية والبيولوجية والكيموية التي تتوافق مع البيئة والتي لها جدوى اقتصاديا والمقبولة اجتماعيا من أجل خفض عداد الآفة إلى المستويات المقبول تحملها والتي لا تسبب أضرار اقتصادية طبعا المكافحة المتكاملة بتفضل عن المبيدات للاسباب كثيرة جدا المكافحة المتكاملة بتؤدي إلى توازن النظام البيئي ظهور صلالات مقاومة من الآفات لفعل المبيدات الكيموية سهولة استخدام المكافحة المتكاملة بتوفر في التكاليف المكافحة المتكاملة بتشجع وجود البيئة الصحية يعني بتحفظ على صحة النبات والإنسان والحيوان المحافظة على صحة الإنسان ومنع تلوث الطربة بالمبيدات ومنع تلوث الأغذية عناصر المكافحة المتكاملة هم أربع عناصر اللي هو الوسائل الواقية التتبع والاستكشاف وتقييم أوضاع الآفة وتحديد وسائل المكافحة المختلفة في أسس لازم أوفرها علشان أحصل على أكبر نتيجة أو أعلى مستوى ممكن من المكافحة المتكاملة أول حاجة عندي لازم أدرس الحشرات المراد مكافحتها وكذلك أعداءها الحيوية طب أنا أدرس ليه الكلام ده علشان لو أنا متوفر عندي أعداء حيوية في الطبيعة بصورة تتناسب مع حجم وعدد الآفات فبالتالي أنا لا ألجأ إلى استخدام المبيدات بصورة كبيرة أو بتوسع كبير لأنه بترك مجال لأعداء الحيوية للقيام بدورها في عملية المكافحة لأننا لو تدخلت بالمكافحة الكيميائية فأنا هأثر آه على الآفة ولكن هأثر أيضا على أعداء الأعداء الحيوية في الطبيعة اثنين من الضروري معرفة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة يعني حد الاقتصادي الحرج للإصابة أعزائي المشاهدين يعني الكسافة العددية للآفة اللي لما بتوصل لها الآفة ببدأ أتدخل في استخدام طرق المكافحة التطبيقية المختلفة يعني أديكم مثال بسيط علشان نفهم كلنا مع بعض يعني أنا لو عندي دودة ورق الكطن وصل خدت عينة من الأرض ووصل عدد الإصابة في هذه العينة 8 نباتات مصابين ده معناه أنه تم الوصول إلى مرحلة الحد الاقتصادي الحرج للإصابة يعني إيه الحد الاقتصادي الحرج للإصابة يعني أنا لو تركت هذه الإصابة 8 فيما فوق أو فيما بعد التمانية حتعرض لما يعرف بالضرر الاقتصادي يعني حيحدث عندي خسائر في المحصول أعتقد دي بصورة مبسطة كلنا فهمنا إيه المقصود بيه الحد الاقتصادي الحرج للإصابة يعني مؤشر معروف لكل آفة عندما تصل تعداد الآفات في المساحة المنزرعة لهذا التعداد سواء كان فدان أو هكتار أو إراط أو أيا كان معناها أن أنا وصلت للحد الاقتصادي الحرج للإصابة فلابد من التدخل باستخدام المكافحة لأننا لو تركت الآفات عند وصلها للحد الاقتصادي الحرج فهيتحقق الكسافة العددية دي هتحقق عندي ما يعرف بالخسائر المباشرة أو الضرر الاقتصادي أيضا من ضمن الشروط من الأفضل استخدام مبادات متخصصة يعني مباد متخصص يعني بيضع الآفة دون القضاء على الأعداء الحيوي من الأفضل الاقتصار كلما أمكن على استعمال المبادات في صورة شرايح أو أستخدم المبادات في صورة طعوم سامة بيكون أفضل حسن التوسع في استخدام الطعوم السامة والمبادات الميكروبية بيفضل التوسع في استعمال المبادات الجهازية لأنها بتصل إلى الآفة المختبئة داخل أنسجة النبات أو داخل التجويف أو داخل الجدران أو أيا كان المكان اللي موجود في الآفة طبعا أعزائي المشاهدين إحنا درسنا الحشرات اللي هي بتحقق خسائر اقتصادية للمحصول إحنا قلنا عليها الحشرات العامة وقسمنا بعد كده الحشرات اللي بتصيب المحاصيل الحقلية محاصيل الخضر آفات الحبوب والمواد المخزونة آفات الموالح آفات الفاكهة نباتات الزينة أيا كان بقى الآفات اللي عندي خدنا في البداية خالص اللي هي الحشرات العامة وقلتلكوا هم أربع حشرات اللي هو الجراد بأنواعه سواء كان جراد صحراوي أو جراد مستوطن أو جراد روسي أو مستوطن أو الجراد المصري والنطاط بأنواعه طبعا أنواع كثيرة جدا من النطاط وأيضا الحفار اللي احنا بنقول عليه كلب البحر والدودة القارضة طبعا دي حشرات عامة ليه سميناها حشرات عامة لأنها بتنتشر أو متعددة العوال وبنتنتشر في مساحات واسعة وإنتوا عارفين وليه سميناك جراد جراد لأنه بيجرد الأرض من المسطح الأخضر أو المساحة الخضراء لأنه بيأتي على الأخضر واليابس ما بيسيبش حاجة خضرة إلا من بيأكلها وبيترك الأرض جرداء بدون غطاء نباتي ولذلك من الخطورة بمكان أننا أسمح لأسراب الجراد أنها تصل إلى بلدي ولذلك يجب أننا أكافحها في مناطق تكاثرها قبل أن تهاجر وتكون أسراب وتشكل خطورة على المحاصيل المنزرعة في جمهورية مصر العربية إنتوا عارفين أن الجراد اللي بيجيلي هنا في مصر بيتكاثر في ثلاث مناطق في اليمن وشبه الجزيرة العربية والحبشة وشارك السودان وأيضا غرب السودان والصحراء الكبرى تعالوا بينا نستعرض مع بعض في الفيديو اللي أنا جابه لكم طبعا بنوري في الفيديو ده الجراد الصحراوي إزاي بتتم عملية التزاوج ووضع البيض وأيضا شايفين الأعداد طبعا ده لما بيشكل أسراب بيسد أرص الشمس تماما وقد تحدث غمامة بيظل سطح الكرة الأرضية تماما لأنه ده أكبر تجمع حشري على وجه الكرة الأرضية اللي هو تجمع الجراد طبعا فرمون التجمع أول ما بيحدث التجمع لهذه الأسراب يجب الإبلاغ عن أسراب الجراد قبل وصولها للبلاد اللي يتم مكافحتها في أماكن تكاثرها قبل أن تهاجر طبعا ده عملية مكافحة كيموية ممكن أستخدم طعوم سمة ممكن أستخدم قازفات اللهب ممكن أستخدم بعض أنواع الأعداء الحيوية زي السعابين زي القوارض في مكافحة هذه الآفات طبعا الجراد ده أخطر آفة موجودة على وجه الكرة الأرضية لأنه خطورته أنه قد يؤدي إلى حدوث مجاعة وخسار في المحاصيل المختلفة طبعا ده بوريك إجراء عملية الرغش لأسراب الجراد طبعا ده الحريات زي ما أنتم شايفين معنا في الفيديو أثناء عملية وضع البيض في التربة ممكن أكافح البيض بعملية إجراء عملية الحرس العميق ممكن أكافح الحريات ممكن أكافح الحشرات الكاملة طبعا الحشرات الضارة ذات الأهمية الاقتصادية في عندي زي ما قلت لكم من شوية حشرات بتوصيب المحاصيل الحقلية حشرات بتوصيب الحبوب والمواد المخزونة حشرات بتوصيب أشجار الفكهة وأشجار أو نباتات الخضر ونباتات الزينة وفي حشرات أيضا بتوصيب الأشجار الخشبية والحشرات الطبية والبيطرية وآخر حاجة الأفات الحيوانية يبقى إحنا إحنا أخذنا معنا في حلقة النهاردة تنوع أو دراسة إزاي أربي المتطفلات والمفترسات سواء في معمل أو في مصنع وإزاي أعمل مستحضر من المبادات الميكروبية وقلت لكم ده بحقق مكاسب كبيرة جدا لمدير المشروع أو صاحب رأس المال وإنت كشاب في مجال التعليم الفني ممكن أنه حضرتك تكون مصدر لإسراء الأسرة وتحقيق دخل قومي ودخل فردي في المجتمع المصري عموما بكده عزائي المشاهدين نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم كان معكم من التلفزيون المصري دكتور وال شلال على أمل أنتقي بكم في حلقات مقبلة بإذن الله نشكركم ونحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته